الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نتناول سويا المحاضرة الخامسة من محاضرات تحليل انشاءات واحد استراكشرة الاناليسيز وان. وانا تناولنا قبل كده ان عشان اي منشأ يتزن لازم يتحقق فيه تلات شروط. لازم سجم اف اكس يساوي صفر. ولازم عشان يتزن افقيا. ولازم سجم اف واي تساوي صفر عشان يتزن رأسيا. ولازم سجم العزوم حوالين اي نقطة تساوي صفر عشان يتزن دورانيا. لما كان بيكون عندنا مسألة بيم زي كده كنا اول حاجة بنجيب الرياكشنز ونبدأ نرسم النورمال فورس دياجرام على اعتبار ان النقطة دي ان الجزء ده من الكاميرا معرض لكمبرشن من نحياة دي تلاتين والنحياة دي برضو كومبرشن تلاتين محصلة الخمسين والعشرين والجزء ده معرض لكمبرشن من نحادي خمسين ومن نحادي خمسين. اما الجزء الاخير ده فمعرض لي مش معرض لكمبرشن او تنشن لذلك عليه زيرو ممت. اه ممكن نيجي نرسم الشيل فورس دياجرام زي ما قلنا الشيل فورس دياجرام بتاسم من ناحية الشمال كوه مية واربعين بتطلعني بمشي افقي وبعدين مية مية وعشرين تنزلني توصلني عشرين وبمشي افقي وبعدين كوه مية وعشرين تنزلني اوصل الى مية وثمانين وامشي افقي واقفلي. البندن مومنت دياجرام زي ما قلنا بنحسب المومنت في بداية ونهاية الكاميرا وتحت الكنسنتريتيد لودز الرأسية وبنوصل ما بينهم بستريت لاينز. اما لو في نوفورمي لود فبيفرق معانا ان الشير بتاعنا مش ببنزول فجائي لا ببنزول تدريجي من اول الانفورمي لود الى اخر الانفورمي لود. وكذلك البندن مومنت بحسب المومنت في بداية ونهاية الانفورمي لود. وباجي من النص واعلق برابول ارتفاحها ول سكوير على تمانية. ان شاء الله دلوقتي ندخل على مرحلة جديدة اللي هي الانترنال فورسيز في ان فريمز. عايزين نشوف ازاي نرسم الانترنال فورسيز دياجرامز في الفريمز. انا اخد اجزامبل وان لو عندنا في كنتريفر فريم زي كده. معارض لحملين حملة رأس خمسين كيلو نيوتن وحملة افقي اه تمانين كيلو نيوتن. عايزين نرسم البيان المومنت والشير والبيان المومنت دياجرامز. اول حاجة هنبدأ نحط اه نجيب الرياكشنز وعشان نجيب الرياكشنز بنحط الاول رموز ردود الافعال. السابورت ايه ده? فكس سابورت. يبقى لازم فيه عنده تلاتة رياكشن. اكس اي. واي اي. ام اي. نلاحظ ان احنا حطينا اكس اي جهة اليسار. عشان في عندنا تمانين كيلو نيوتن متجهة متجهة اليمين. عشان ينتزوا مع بعض. طيب. هنبدأ نطبع معادلات لاتزام بتاعتنا سجما ايه 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 ا 40 اللي هو الام ايه هيساوي 440 كيلو نيوتن في الميتر كده أنا جبت ردود الأفعال هبدأ أحطها كقيم عشان أبدأ أستعد أن أنا أرسم النورمل والشير والبني لو نظرنا إلى هذا المنبر إلى العنصر ده هنلاقي أن فيه قوة 80 بتشده نلاحظ بقى هنا بداية الفرق بين البيم والفريم في البيم كانت القوة الأفقية هي اللي بتسبب لنورمل والقوة الرأسية هي اللي بتسبب شير هنا لا القوة الموازية للعنصر هي اللي بتسبب نورمل والقوة العمودية على العنصر هي اللي بتسبب شير يعني إيه؟ يعني أنا المنبر ده فين القوة الموازية ليه؟ هي التمانين يبقى التمانين دي بتشده يبقى عندي فيه نشد المقداره 80 طب لو جئنا على المنبر الرأسي ده هنلاقي ان فيه قوة 50 موازية للمنبر موازية للعنصر بتضغطه يبقى المنبر ده عليه ضغط مقداره 50 وده اللي حصل هنا هو اي دي المنبر ده عليه مستطيل موجب لبرة طبعا احنا ما تخيلين احنا ماقفين جوه فبنلاقي ان هنا فيه عندنا normal force tension موجب لبرة مقداره 80 اما المنبر الرأسي ده فعليه compression سالب 50 ويترسم من ناحية جوه الشير فورس ده يا جرام بنفس الكلام هبدأ ارسم للقامرة دي والعمود ده هبدأ اقف جوه واشوف من ناحية ايدي الشمال او ناحية ايدي اليمين فلو جئنا بصني للعنصر ده مثلا انا واقف تحت هو لو جيت بصيت من ناحية ايدي اليمين هلاقي فيه قوة 50 من الزلاني يبقى المفروض الخمسين دي من ناحية ايدي اليمين تروح مطلعاني وامشي افقي ما فيش اي قوة تغيرني وبقفل على اعتبار ان فيه قوة هتجيلي تقفل معي اللي هي الخمسين دي لو جينا بصينا وقفنا كده وبصينا على المنبر الرأسي ده هنلاقي من ناحية ايدي الشمال فيه قوة 80 بتطلعني يبقى ده من عيدي الشمال 80 بتطلعني بتطلعني وامشي افقي وفي الاخر تمانين هتقفللي اللي هي دي طبعا مش لازم ان انا شوف مني يقفلني لان احنا زي ما احنا عارفين لازم شرط اتزان ان الشكل بتاعنا يقفل فانا على طول اوتوماتيك بروح اقفل الدياجرام بتاعي ده كده وعبار عن الشير فورس دياجرام لو جينا نرسم البن المومنت دياجرام هلاقي البن المومنت هنا بصفر هنحسب البن المومنت هنا هلاقي البن المومنت من ناحية دي هيسوي 50 في 4 بمتين والقوة 80 دي ملهاش عزمة عندنا لان عزمة بصفر يبقى المفروض المومنت هنا في اخر القمرة الافقية لفوق نقداره ميتين وانوصل ستريت لاين نيجي هنا لو حسبنا المومنت هنا عند بداية العمود من فوق من النحية دي برضو هنلاقي ان العزمة هيسوي 50 في 4 بمتين برضو وبيلاففني كده بيلاففني كده ناحية بره يبقى لازم المومنت هنا من انتزان يكون ميتين ناحية بره ودي قاعدة مهمة جدا ان هنا لو عندي اي وصلة ثنائية في الفريم مش لازم تكون قايمة لو المومنت هنا ناحية بره يبقى لازم المومنت هنا يقلب ناحية بره لو عندي وصلة ثنائية والمومنت هنا ناحية جوه لازم المومنت هنا يتزم معاه ويقلب ناحية جوه يبقى دي مسألة مهمة اننا لما يكون عندي وصلة ثنائية في فريم مش لازم احصل المومنت عند النطتين متجاورتين لا يكفي نحسب واحدة وقلب المومنت على العنصر التاني لو بره يبقى بره لو جوه يبقى جوه طيب المومنت هنا تحت ممكن نحسبه من فوق ممكن نحسبه من تحت لأسن نحسبه من تحت هنلاقي فيه بندنج مومنت كونسنتريت المومنت موجود اللي هو الرياكشن مقدره ربعمية واربعين وديل السهم ناحية بره فهنحط هنا ربعمية واربعين وناحية بره هنوصل لاتنين ببعض وينقول هو ده النورمال البندنج مومنت وطبعا عارفين ان البندن مومنت ناحية بره بالسالب وناحية جوه بالمومنت اللي احنا نرسمنا ده هو البندن مومنت ده جرام لو خدنا نفس المسألة بس الـ 80 كيلو نيوتن كانت دخلة ناحية جوه بدلا ما هي كانت منتجة جهة اليمين بقت منتجة جهة اليسار هبدأ اجيب حط رموز ردود الافعال XAYAMA وحطت XA المرة دي منتجة جهة اليمين عشان تتزن مع الـ 80 كيلو نيوتن هنطبق معادلات لاتزان الثلاث Sigma FXA 0 يبال XA 80 Sigma FYA 0 ويبال YA 50 Sigma المومنت حوالين الـ 8A 0 هنلاقي ان فيه 50 ف4 200 بتلف كده و80 في 3 بـ 420 وبتلف كده بـ 240 يبقى طبعا 240 هي اللي يكون لها الغلبة الاكبر فهنلاقي ان المومنت هنا بيساوي سالب 40 معناه ايه بالسارب يعني عكس الاتجاه اللي انا فرضه انا فرضه ان هو عكس عقارب الساعة مفروض يطلع معه قارب الساعة عشان يتزن مع الـ 40 اللي هي جاتلي من العزم 80 اللي هي اتصفت على العزمين دول يبقى ان وصلت الى ان الـ XA 80 والـ YA 50 والـ MA اتجاه مع عكوس بـ 40 هنبدأ نرسم النورمال العنصر ده معرض لـ compression ضغط مقداره 80 كيلو نيوتن العنصر ده معرض لضغط 50 كيلو نيوتن يبقى الـ 2 هرسم لهم مستطيلات ناحية جوه وبالسالب الشير فورس المنبر ده في خمسين جاية كده من ناحية اليمين منع اليمين منازل يبقى يطلع يديني مستطيل لفوق خمسين انا برضه واقف هنا من ناحية ايدي الشمال من ناحية ايدي الشمال فيه 80 بتنزلني تقوم تنزلني وتديني 80 بالسالب الشير الـ Bending Moment هبدأ اشوف الـ Bending Moment هنا بصفر الـ Bending Moment هنا خمسين فاربعة بائمتين وده لساهم الفوق يبقى نوصل وصله ثنائية 200 لبره يبقى المومنت هنا 200 لبره المومنت عند النقطة ايه مقدره 40 لجوه عشان دير السهم هنا لجوه هنوصل المومنت ناحية برا بالسالب وناحية جوه بالموهب يبقى كده رسمت الـ Bending Moment ده جرون عايزين نشوف ايجزامبي النبر 3 فيه عندنا قوة افقية وقوة رأسية وعزم Concentrated Moment بنفس الطريقة هنحط رموز ردود الافعال XAYAMA SIGMA FX يساوي صفر يبال XAYA 80 SIGMA FY بتساوي صفر يبال YAYA 50 SIGMA المومنت حوالين الـ A تساوي صفر هلاقي في عندي هنا عزم نتيجة الخمسين بـ 200 وفي عزم نتيجة الـ 80 بـ 240 وفي عندي كمان عزم خمسين بيمشي مع العزم بتاع التمانين يبقى كان في عندي هنا عزم 290 وفي عزم كده 2 يبقى المحصلة بتاعتنا عزم مقداره 90 فهنلاقي بسالة 90 هنحط ردود الافعال بتاعتنا كارقام وهبدأ أرسم الـ normal والـ shear والـ bending المنبر ده معرض لـ compression 80 المنبر ده العنصر ده معرض لضغط 50 يبقى ده normal first diagram shear first diagram المنبر ده هقف وبص من ناحية ايدي اليمين هلاقي 50 من الزلان تقوم تطلعني تديني مستطيل فوق موجب لو وقفت هنا للمنبر ده هلاقي من ناحية ايدي الشمال في قوة 80 بتنزلني تقوم تنزلني وتديني مستطيل ردفعه 80 بالسالم عشان لتحت البن المومنت البن المومنت هنا مش بصفر ليه؟ لان فيه concentrated moment موجود مقداره 50 ودلسامه لتحت يبقى لازم المومنت هنا يساوي 50 لتحت لو جيت أحسب المومنت هنا هلاقي فيه قوة مقداره 50 بتعمل عزم 200 وفيه قوة تانية وفيه عزم concentrated moment 50 عكسه نلاقي ان طبعا 200 تغلب الخمسين ويتبقى عندنا 150 ودل حصل ادي 50 الناحية دي وادي 150 الناحية دي ونوصل بينهم بستريتلاين واصلة ثنائية عزم 150 يبقى لازم يقلب هنا ب150 والعزم تحت خالص ب90 ونحية جوه عن ناحية دلسام نوصل بينهم بستريتلاين والمومنت ناحية برا سالب ونحية جوه موجود لان جوه ده عندنا اللي هو اسفل وفوق او برا اللي هو يعتبر فوق اللي هو بالسالب لو خدنا الامثلة اللي فاتكن لك على cantilever frame انا عندي هناك frame hinged roller معرض لحمال حمل رأس مقداره 200 وحمل لأفقي مقداره 80 عايزين نرسم normal وsheer وبيندن هنبدأ نحط رموز ردود الافعال x a y a عشان هنج و y b عشان roller وهبدأ اطبق معادلات الاتزان يبقى x a 89 حوالين يبقى y a في عشرة زاد 80 مين في اتنين مفروض تساوي الميتين في اربعة هنقدر نجيب الواي بي تطلع باربعة وستين sigma f y تساوي صفر هنقدر نجيب الواي باي تطلع قيمتها بمية ستا وتلاتين عشان مية ستا وتلاتين واربعة وستين ساوي الميتين اللي جاية من فوق يبقى انا كده جبت ردود الافعال هبدأ احطها كارقام استعدادا ان انا ابدأ ارسم النورمل والشير والبن هنجي نرسم النورمل العنصر ده معرض من تحت لضغط مقداره مية ستا وتلاتين يبقى لازم النورمل بتاعه يكون سالب مية ستا وتلاتين العنصر ده من النحية ده مضغوط بقوة موازية له تمانين ومن ناحية ده برضو في قوة موازية له مقدارة تمانين بتضغطه الممبر ده معرض من تحت الضغط اربعة وستين يبقى هنا فيه دغط اربعة وستين يبقى مستطيل ناحية جوه وده اللي حصل معانا دلوقتي يبقى اللي قد ندود البننج مومنت دياجرام بتاع الفريل لو جان نشوف الشير فورس دياجرام هنيجي من نقف للممبر ده ونبص من ناحية الشمال نلاقي فيه تمانين من نزلاني امشي افقي متش اي كوة تغيرني وفي الاخر بقفل لان انا منثق ان شاء الله انها متزن لما نيجي بقى للممبر الرأسي ده الممبر الأفقي العنصر الأفقي ده هنلاقي من ناحية ايدي الشمال في ١٣٦ مطلعوني وامشي امشي 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 هلقي في مطنين من نزلاني توصلني ٤٤٦ امشي 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 وقفل لان فيه ٦٤٤ هتيجي من هنا تقفل معي لو جيت بسيط على العنصر ده الأسلاة أبص من ناحية اليمين من هنا كده ما فيش أي قوة رأسية عمودية على العنصر ليبشير بصفر لغاية ما لقي قوة 80 جاية من على إيدي اليمين ما نقول ده ماشي مني على اليمين 80 جاية تنزلني تقوم تطلعني آه ده الثمانين اللي احنا قلنا عليها وقادي الشيرة على المنبر الرأسي وقادي الثمانين اللي هي ناحيةبر اللي احنا قلنا عليها ان التمانين دي انا باصس من ناحية ايدي اليمين في كل ده مفيش اي شير مفيش شير لغاية ما جاد قوة تمانين بدأت تنزلني وهي بتنزلني مدان بحس من عند يمين تقوم تطلع لفوق وزي ما عنا عارفين الشير لفوق موجب والتحت بالسلبة عايزين نرسم البيان المومنت دياجرام سهلة جدا المومنت هنا بصفر المومنت هنا تمانين في اربعة بتلتمية وعشرين ووصل استريت لاين اتزان واصلة ثنائية اوصل تلتمية وعشرين وتلتمية وعشرين هجل احصل النحاة التانية المومنت هنا بصفر المومنت هنا بصفر المومنت هنا تمانين في اتنين بمية وستين والتزان يجيب لي برضو فوق مية وستين هحصل النحاة هنا اي من ناحية دي هقول تمانين في اربعة وهنا مستو تلاتين فاربعة يطلع المحصيتين وعشرين وان كان في طريقة اخرى كنت اتعرض لها ادام شوية هتكون أفضل لرسم المومنت على العناصر فعلى طول هبدأ أوصل طبعا هنا وصلت بالصفر هنا مش تحت خالص لأن الكاميرا دي كلها العزم عليها يساوي صفر 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 لأن العزم بدأ يجي من من القوة دي بعد ما بدأنا نمشي كده فالعزم بدأ يتكون من القوة اللي هي 80 كيلو نيوتن بنوصل قيم العزم كلها ببعض ونبدأ نحط المومنت ناحية بره بالسالب وناحية جوه بالموجب زي ما احنا عارفين في عندنا مثال عندنا فريم بس هنا فيه وصلة ثلاثية يعني الثلاث عناصر مترقين مع بعض هنشوف هنعملها ازاي هنبدأ أول حاجة نحط رموز ردود الأفعال XA YA عشان هنج YB عشان رولر نحط رد فعل وحيد نبدأ نطبع معادلات الاتزان Sigma FX يساوي صفر يبقى XA 80 Sigma العزوم حوالين A يساوي صفر تتضيني YB ب130 Sigma FY تساوي صفر تديني YA ب110 هناخد قيم ردود الأفعال ونحطها على الفريم تمهيدا ان احنا نبدأ نرسم لو جينا نشوف النورمل العنصر الرأسي ده معرض من تحت لضغط 110 يبقى عليه compression 110 الممبر ده عليه ضغط مقدره 130 يبقى في هنا ضغط 130 الممبر ده العنصر ده معرض لضغط من نحيا ده ومن نحيا ده مقدره 80 80 من نحيا ده و80 من نحيا ده موزيين له بضغطوه يبقى هنا في ضغط 80 وزي ما قلنا ده عليه ضغط 130 جاية من الرياكشن اللي تحت أما الكانتليفر الصغير ده الكابولي الصغير ده فالعنصر الصغير ده مش معرض بأي قوة من نحيا ده تضغط أو تشد يبقى عليه normal force بصفر تعالي نشوف الشير فورس زي جرام لو جينا نشوف الشير فورس زي جرام العنصر الرأسي ده لو بوقفنا جوه ده ما بنقف جوه وبصنا من ناحية ايدي الشمال هلاقي ان فيه قوة 80 بتنزلني تقوم تنزلني وتديني المستطيل 80 لو جينا نظرنا هنا للعنصر ده من ناحية ايدي الشمال هلاقي في 110 بتطلعني وأمشي أمشي أفق متيم تنزلني توصلني 90 أمشي وأقفل أمشي وأقفل المختلعن هي تقفل طيب لو جينا بصينا على العنصر ده من بصو برضو وقفين تحت دايما نقف تحت أو جوه من ناحية ايدي اليمين فيه 40 من الزلان تقوم تطلعني الفوق وتديني 40 والحتة دي مهمة أنا هنا لما قلت 90 في قوة 130 جت رحت مطلعاني فوق وصلتنا 40 مشيت نزلت قفلت تاني أنا لما جيت هنا كنت قلت 110 طلعت مشيت نزلت وصلت 90 مشيت وقفلت القفلة دي كت نتيجة قوة 90 من 130 طب الاربعين البقية منها طلعت فوق ومشيت وقفلت مع الاربعين اللي جاية من فوق طب العنصر العنصر الرأسي ده لو وقفنا لنحية جوه وبصنا من ناحة ايدنا اليمين هنلا ان كل ده مع لهوش اي شير لان فيش قوة عمودية عليه من اول هنا الاقي ان في قوة 80 كيلو نيوتن بتنزلني بس هقض نفتكر ان احنا شغلين من ايدنا اليمين تقوم تطلعني الفوق وتديني المستطيل مقداره 80 لفوق نيجي نشوف البندنج البندنج هنا بصفر البندنج هنا 80 في 3 في 4 320 وصلة ثنائية فيش مشكلة خالص هنوصل نيجي هنا المومنت هنا نيجي هنا المومنت هنا نقدره 40 في 82 ب80 اهو المومنت عند الرجل من تحت هنا صفر هنا صفر هنا 80 في 260 نيجي العزم هنا عايزين نحسب العزم هنا هنحسب من ناحية دي فهنقول 80 في 260 كده و 40 في 2 80 كده يبقى المجموع بتاعهم يساوي 280 في 2 80 في 260 و 40 في 82 بجموحهم 240 و دي لسه من ناحية فوق و ده اللي حصل قد 240 ناحية فوق هنبدأ نوصل العناصر ببعضها ونبدأ نهشر المومنت ونحط الإشارات برا سالب وجوه موج ملحوظة مهمة الوصلة الثلاثية دي كممكن نخلها بطريقة أسر أنا حسبت العزوم هنا بسهولة على العنصر القف كده بـ 80 وحسبت بسهولة المومنت على العنصر الرأس ده 160 إحنا زمان كنا بنقول نحن بنرسم المومنت ناحية دي السهم وكان السهم بيكون موجود يعني كان بيكون عندي عنصر كده وأقول المومنت عامل كده وأدي دي السهم فرسم المومنت الناحية دي أنا هنا عايز أعمل العكس أنا المومنت عندي وعايز أحط السهم أقوم أحط السهم ديله من جوه المومنت تاني أحط السهم ديله آه زه واضح قدام نوع لما جيت أحط سهم هنا المومنت على المنبر ده حطيت السهم ديله جوه المومنت ونفس القصة هنا حطيت سهم ديله جوه الممت. يبقى عندي فينا عزم مقداره ثمانين وعزم مقداره مية وستين. لازم عشان يتزنهم لازم يجي لعزم مقداره متين واربعين. المتين واربعين دي دي لسهم بتاعها ناحية فوق. يبقى لازم الممت هنا يكون لفوق. برضو حتة تانية مهمة. اننا عشان اجيب قيمة المية وعشرين دي كان ممكن اتبع الطريقة تانية افضل. ايه هي? انا حسبت الممت في اول القمرة بتلتمية وعشرين واخر القمرة بمتين واربعين. وانا عندي ميتين كيلو نيوتن واقف في النص. كنا قلنا من شوية ان بيجيب لي مومنت مثلث ارتفاعه بيقل على اربعة. ميتين في تمانية على اربعة. ميتين في تمانية على اربعة. يساوي ربع مية. فحن لو جينا وصلنا هنا خط منقط وحسبنا القيمة دي عن طريق المتوسط الحسابي للقيمتين دول تطلع بمتين وتمانين. هنعلق منها مومنت مثلث ارتفاعه ربع مية. اللي هو بيقل على اربعة. هننزل ربع مية. هنوصل الى مية وعشرين ونعلق المثلث بتاعها. زي بالزبط ما كان بيكون عندي يونيفورم لود وعلق برابل ارتفاعه ده بليو قل سكوير على التمانية. او حمل مثلث وعلق آآآ جزل عشرين ده بديو قل سكوير. نفس الكلام لو عندي في النص بعلق مثلث متساوي الساقين ارتفاعه بيه اللي على اربعة. اما لو كان الحمل مش واقف في النص. والمسافة دي كانت ايه. والمسافة دي بي. والحمل ده اسمه بي كابيتل كده. فبيجيب لي مثلث مش متساوي الساقين. مثلث راسه تحت القوة ومقداره ومقداره بي اي بي على ال. يبقى لو مثلث لو حمل في النص يجيب لي بي اي بي على ال. يعني الحمل في المسافتين اللي علي مين ويشماله. مقسومة على ال ال اللي هو الطول. لو جينا اخدنا اجزام بالنمبر سكس. مسألة في ينفورمي لود. بسهولة جدا برضو هنحط رموز وردود الافعال. اكس اي وي اي. عشان دي هنج والوي بي رولر احطها عندها رد فعل واحد. هابدأ اطبع المعادلات سجما في اكس يساوي صفر يبقى اكس اي بتساوي التمانين. سجما في المومنت حوالين ال اي تساوي صفر. طبعا ركزنا الاول اليونيفورمي لود. ده خمسة وعشرين كيلو نيوتن على الميتر. في مسافة تمانية متر. تقوم تديني ميتين كيلو نيوتن على الميتر. نطبق مع جموع العزوم حوالين ال اي ساوي صفر. هيطلع لي وي بي بمية وتلاتين. سجما في اي تساوي صفر. هيطلع لي وي اي بتساوي مية وعشر. هنحط رموز ردود الافعال. هنحط ردود الافعال بالقيم بتاعتها. تمانين كيلو نيوتن. ومية وعشر كيلو نيوتن. ومية وتلاتين كيلو نيوتن. تمهيدا لرسم النورمال والشير والبنة. تعالا نشوف مع بعض. عشان نرسم النورمال فورس دياجرام. المنبر العنصر الرأسي ده معرض من تحت الضغط مقدره مية وعشر. يبقى عليه مية وعشر ضغط. العنصر الافقي ده معرض لضغط من النحادي تمانين ومن نحادي تمانين يبقى فيه ضغط تمانين يبقى سالب تمانين لتحت. العنصر ده معرض لضغط من تحت المقدره مية وتلاتين يبقى ناحية جوه احطه مستطيل ارتفاعه مية وتلاتين. الجزء ده الكابولي ده مش معرض لأي قوة بتضغط او تشد يبقى عليه زيرو نورمال فورس. تعالا نشوف مع بعض الشير فورس دياجرام. لو وقفنا جنب المنبر ده كده وبصنا من ناحية ايدي الشمال هلاقي ان من ناحية ايدي الشمال فيه تمانين كيلو نيوتن منزلاني. تم تنزلني يبقى يشير بالسالم. طيب لو جينا بصينا على العنصر ده. الافقي. هلاقي ان في مية وعشر مع ايدي الشمال مطلعاني. تم تطلعني مية وعشر. هنزل تدريق هنزل ميتين اوصل الى تسعين نزولا تدريجيا. نزولا تدريجيا. لو بصينا على العنصر التالت ده هنلاقي زي ما قلنا قبل كده لو انا واقف جوه وببص من ناحية ايدي اليمين هلاقي ان من ناحية ما اي قوة بتعملي الشير لغاية ما اوصل هنا هلاقي فيه تمانين كيلو نيوتن بتنزلني من على اليمين تقوم تطلعني. تقوم تدريجيا مستطيل جهة اليمين كده. نفس الكلام العنصر ده من ناحية ايدي اليمين هلاقي فيه اربعين كيلو نيوتن بتنزلني تقوم تطلعني واقفل المستطيل بتاعنا. ويبهو ده الشير فورس دياجرام. طبعا زي ما قلنا ان الشير هنا مقداره زيرو. عايزين نرسم بين المومنت دياجرام. المومنت هنا بزيرو. المومنت هنا تمانين فاربعة بتلتمية وعشرين. ومن وصلة ثنائية يتزم معاها. آآ الا ان انا اوصل هنا خط مستقيم عشان المنبر ده ما علوش اي قوة. العنصر ده ما علوش اي قوة نوصل. تعالوا نبص من ناحية التانية. لو بصينا هنا. هنلاقي ان فيه عندنك المومنت هنا عالك انتليفر ده تمانين في اتنين بتمانين اه اربعين في اتنين بتمانين. لو بصينا هنا هنلاقي المومنت هنا بصفر. المومنت هنا بصفر من ناحية دي من ناحية دي. لو جينا بصينا هنا هنلاقي المومنت تمانين في اتنين بمية وستين. ودي للساهم من ناحية برة. يبنونت هنا مقداره مية وتمانين ناحية بره. وصلة ثلاثية هنعملها اتزان زي ما شفنا قبل كده. هنا المومنت مئة وستين وهنا مومنت ثمانين يبقى لازم يتزم معي مومنت مقداره متين واربعين. يبقى لونت هنا مقداره متين واربعين. طيب العنصر ده في هنا متين واربعين وهنا تلتمية وعشرين وفي هنا فورميلويد. هنوصل خط النقط ومن عند النص من عند الافريج متين وثمانين. هنعلق برابل الارتفاحة دابل يوئل سكوير على التمانية. فمسة وعشرين في تمانية سكوير على التمانية تسوي متين. من متين وتمانين هنزل متين. هوصل الى تمانين اعلى برابولة. واللاحظ ان البرابولة بتاعتنا ما نزلتش لتحت. لان المتين اقل من متين وتمانين. وطبعا يعني الحيط دي مهمة مش الناس بتفكرة سهلة. له البرابولة دي كانت نزلت لتحت. كان لازم نحط تحت حديد رئيسي. يمكن ده يظهر ان شاء الله تعالى قدام في التصميم. لكن ان البرابولة ما نزلتش لتحت. معناها ان الحديد كله هيكون حديد علوي اللي هو الحديد الاساسي الرئيسي اللي عندنا. من هشر ونحط المومنت فوق سالب وتحت مجرد. في عندنا فريم. ويد كانت ليفر. في عندنا فريم ويد انتر ميت هنج. يعني في عندنا فريم في انتر ميت هنج. طبعا هنبدأ اول حاجة نفسه. واضح قدامنا هنا من المسألة بتاعتنا ان الجزء سي دي في سابورت واحد هنج. يبقى محتاج معاه رولر. يبدأ جزء الميتشال اللي لازم يطلع فوق. وياخد سابورت برياكشن وتقلب باكشن. هنبدأ نحل نجيب الرياكشنز من فوق لتحت. يعني ناخد البارت سي دي الاول. ونبدأ نحل. هنقول هنا في عندنا واي سي في هنا اكسي سي دي واي دي. سيجما في اكسي سيو صفر. يبقى لازم الاكسي دي تساوي التمانين. سيجما المومنت حوالين السي تساوي صفر. هنلاقي اكسي دي فاربعة. زائد واي دي في تمانية. ساوي زيرو. يبقى الواي ده يساوي سالب اربعين. سالب اربعين يعني التحت. سيجما في تساوي صفر يبقى واي سي زائد واي دي بساوي صفر يبقى الواي سي باربعين. يبقى دي القيم بتاعي. وطبعا مواضح قدامنا التمانين دي والتمانين دي بيعملوا لي ازدواج عزمه كده تلتمية وعشرين. والاربعين دي والاربعين دي بيعملوا ازدواج عزمه تلتمية وعشرين برضو. بحيس يبقى في ازدواجين متزينين مع بعض. يبقى انا كده جابت قيم ردود الافعال للبارت سي دي. هندخل على الجزء التاني ونفتكر ان الرياكشن واي سي طلع باربعين. الواي سي اللي عندنا لباربعين هتترد مرة تانية هنا باربعين اللي هي الواي سي. هندرس الجزء اي بي. هنحط عند الاي ردين فعل اكس اي واي اي لان ده هنج. عند الواي بي هنحط رد فعل الوحيد واي بي. نبدأ ان طبعا معادلات الاتزان. سيجما اف اكسي سوصف. عند هنا اكس اي وعند هنا تمانين. يبقى الاكس اي بتمانين. سيجما المومنت حاولين الاي سوصف. هنلاقي ان الواي بي تطلع بمية وتلاتين. سيجما المومنت اه سيجما اف واي بتساوي زيرو. هتلع لنا الواي اي بمية وعشرة. يبقى ادي ردود الافعال اللي عندي. دلوقتي همسك كل جزء من الجزءين وارسلم له نورمل شير بيني. هنمسك الجزء cd بالرياكشنز بالفورس اللي عليه ونرسلم له نورمل فورس. الجزء ده لو بصنا له من ناحية دي مش معرض لاي شدة او ضغط. يبقى النورمل فيه بسفر. اما الجزء ده فمعرض من تحت من هنا لقوة بتشده مقدارها اربعين. يبقى النورمل فورس هنا بموجب اربعين لبرا وهنا مقداره زيرو. لو بصينا للجزء cd برضو عشان نرسم له الشير. هنلاقي ان الجزء ده لو بصيت من ناحية ايدي الشمال هلاقي فيه اربعين كيلو نيوتن مطلعاني. امشى 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 وانزل اوصل للسفر. مستطيل لفوق موجب مقدار الربعين. لو انا جيت هنا على المنبر الرأسي ده وبصيت من ناحية اليمين هلاقي فيه تمانين كيلو نيوتن بتطلعني تقوم تنزلني تديني مستطيل سالم لتاحت كده. ده كده اللي هو الشير فورس دياجرام. لو لو بصينا على الجزء cd عشان نرسم له البنم ومن دياجرام هنلاقي العزم هنا بصفر. العزم هنا بصفر. نشوف العزم هنا. تمانين فاربعة بتلتمية وعشرين. وبيلففني كده دي لسه من ناحية جوه. وشرحنا قبل كده لما يكون عندي وصلة ثنائية ويطلع العزم الجوه بقيمة. لازم على المنبر التاني يطلع بنفس القيمة. ويبهو ده شكل بتاعنا. وبالموجب علشان المومنت التحت بالموجب والفوق بالسلم. هنمسك الجزء a b ونبدأ نرسلم له نورمل وشير وبندنج. النورمل هنا مية وعشرة. هنا كومبرشن ضغط مية وثلاثين. هنا ضغط تمانين. هنا مفيش حاجة. يبقى للنورمل فرصة بتاعنا هو زي ما قلنا. ضغط لتحت بالسالب مية وعشرة. ضغط لتحت بالسالب تمانين. ضغط بالسالب لتحت مية وثلاثين. الشير المنبر ده من ناحية الشمال. تمانين منزلني ينزلني. ويقفل معي. المنبر ده مية وعشرة مطلعني. وميتين تنزلني توصلني تسعين واقفل. ها هو. المنبر ده من على ايدي اليمين. اربعين منزلني يطلعني. مستطيل اربعين ويقفل. لو جيت وقفت هنا. من ناحية ايدي اليمين. كل ده مفيش اي قوة رأسية عليها. بصفر. الشير بصفر. اول ما عدي هنا لقي في تمانين من على ايدي اليمين بتنزلني. تقوم تطلعني. تديني مستطيل ناحية فوق. البياندينج مو من دياجرام. انا عندي البياندينج هنا بزيرو. البياندينج هنا مقداره تمانين فاربعة بتلتمية وعشرين. ونوصل هنا خط مستقيم عشان المنبر ده العنصر ده معلوش اي قوة. لو جينا بصينا على الكنتليفر ده هنلاقي تم اربعين في اتنين بتمانين. لو جينا بصينا على الرجل ديا. ترى المومنت هنا بصفر. وهنا بصفر. والمومنت هنا بمية وستين. عن طريق الوصلة الثنائية هنجيب العزم هنا يطلع بمتين واربعين. اما نحسب المومنت تحت الكنسنتريتد لود. او نحسبه عن طريق البي اللي الاربعين اللي احنا كنا قلناها. يبقى عنا كده رسمنا للجزء س اي بي. هنبدأ نضم الاتنين نورمل والاتنين شير والاتنين في شكل واحد. ده النورمل فورس للجزء اي بي وده للجزء سي دي هنضمهم مع بعض. نفس القصة الشير هنضمهم مع بعض. نفس القصة المومنت هنضمهم مع بعض. ويبقى كده قدرنا نرسم الحمد لله البنينج مومنت وش نورمل والشير للفريم. سواء كان فريم كان تليفر. سواء كان هنج درولر. سواء كان كومباوند فريم زي ما شفنا في المثال الاخير لما كان فيه انترميديات هنج. وعرفنا ازاي نرسم البنينج مومنت ان شاء الله. بكده تنتهي المحاضرة ان شاء الله ونلقاكم على خير في المرة القادمة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.